حياك الله أخ معظم الله حياك نستأنف الحديث من حيث توقفنا في المرة السابقة ذكرت لي كيف أن عصابة من الرجال جاءوا إلى بيتك وفعلا ظننت أنهم ربما كانوا عصابة من المجرمين وإذا بهم مخابرات باكستانية نعم ألقوا القبض عليك تحت تهديد السلاح وإذا بك تعتقل من قبل الأمريكان والأمريكان أخذوك في سيارة إلى مكان إلى بيت ووضعوك في إحدى حجره نعم فوجدت أن ما أخذوا مني ما فتشوني وما أخذوا مني الجوال الموبايل فاتصلت إلى أحد الإخوة قلت لهم لو تكرمت تتب إلى بيتي وانظر أمور زوجتي يطمئن على العائلة يطمئن على عائلتي نعم كانت زوجتك وكم كان عندك من الأولاد في ذلك الأولاد ثلاثة ثلاثة أولاد وكانت حاملة كذلك رابعة وثانيا اتصلت إلى والدي رحمه الله فأنا تكلمت معه بصوت خفيف جدا قلت له يا والدي أنا اقتطفت لكن ما أردت لي من هؤلاء أصلا ما كنت أعرف فيها الوقت ما كنت أعرف منهم ما أخبروني بس قلت له والدي أمريكان موجودين المسكين تصادم فهو كما لما رد علي رد بنفس الصوت نفس الصوت الخفيف كأن حد يسمعه منك ما كان مسكين مسكين فهو أبوك مناضل ما شاء الله وهو اتصل على الفور إلى جارت بيس على التصريب المحامية محامية نعم بعد ذلك ماتت البترية حاولت شحنه خلاص ما استطعت فكسرته ورميته في 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 المهملات في المهملات نعم فأنا ما كنت في الزنزانة أنا كنت في الغرفة لماذا هما لما جاءوا عندي باكستانيين قالوا يا بني بهذه الألفاظ يا بني أنت ما فعلت أي شيء هنا في باكستان وأنت غير مطلوب أنت مننا أنت أصلا باكستاني لكن عندنا ضغط شديد جدا من الأمريكان ومن بريطانيا فأنت أنت أنت في زمنتنا حاليا لكن ما نستطيع أن نفعل شيء لكن نحن شوف هذه الحكومات كم هي هشة الله أكبر نحن وضعناك في هذه الغرفة فضلا عن آخرين نحن وضعناهم في الزنازين فأخذوني أتجول وأنظر إلى الزنازين وحالات الزنازين هذه وأكثر المعتقلين هنا كانوا عرب في نفس المكان الذي أنت كنت فيه في زنازين نعم لكن أنت ما كنت في زنزان أنا كنت في غرفة أنا كنت في غرفة مغلقة لكن يعني غرفة يعني بالمعنى بالفراش وكراسي يعني سجن هذا هو سجن أصلا هو سجن أصلا نعم لكن لما أخذوني وأنظر إلى الزنازين قلت الله أكبر هذه كانت سورة من يعني يعني خمسة سنوات قبل خمسمائة سنة قبل ما أعرف كيف أصف يعني في القلعات عصور الوسطى نعم عصور التخلف نعم نعم كل الزنازين عرب كلهم تقريبا كلهم عرب فسلموا عليهم سلمت على بعضهم ردوا عليه السلام وبعضهم يعني ما رأيتم بعد ذلك إلا ممكن في بقرام وقوانتنامو لكن أخذوني من هذا المكان الباكستاني إلى مكان خاص للتحقيق ثلاثة أربع مرات وبعد ذلك رجعوا إلى نفس الغرفة نفس الغرفة من الذي كان يحقق معك؟ FBI CIA و MI5 بريطاني مباحث البريطاني المخابرات بريطانية والمخابرات المخابرات البريطانية قالوا لي انظر إلى أنت في هذا الحال وطبعا أندرو ما كان موجود في هذه المرة لكن رهيته فيه مع بعض لكن أنت أليس من حقك كمواطن بريطاني أن تطلب مساعدة من القنصلية من السفارة أنا طلبت منهم قالوا لي بهذا الألفاظ هذا نحن لسنا محامين لك نحن لسنا social workers لما سألتم ممكن يعني تطمني لسنا موظفين رعاية اجتماعية نعم أنا سألتم عن زوجتي وولادي وعائلتي قالوا هذا ليس عملنا عملنا نتعاون مع الأمريكان وأنت يعني ما عندك طريق لتخرج من هذا إلا التعاون مع الأمريكان يعني فيه تواطئ كامل كامل الباكستان الباكستانيين قالوا لي بهذه الألفاظ you are illegally detained يعني أنت حبسك غير قانوني غير قانون هم قالوا بهذه الألفاظ قالوا إيش معنات هذا قال أنت موجود هنا لكن ولا أحد يفعل أي شيء عندنا مثل شعبي يقول القوي عائب القوي عائب يعني يعني يعمل اللي هو عاوزه نعم نعم فقط الباكستانيين قالوا نحن مجبورين والسفير السابق للباكستان من طالبان للباكستان هو مل عبد السلام زعيف الذي بسبب هو ديبلوماسي يعني ديبلومات يعني هو كذلك أعتقل في نفس الوقت تقريبا وهم البخابرات باكستانية قالوا له نحن مجبورين كذلك فهو قال لهم إذن غير اسم بلدك إلى مجبورستان بدل باكستان مجبورستان نعم هو أصلا باكستان سلمت ما يقارب ألفين شخص بدون محكمة بدون قانون بدون أي شيء فقط للفلوس وبرجويز مشرف الذي كان قائد الباكستان البريزيدن الباكستان قال يقول في نفس الخلام يعترف أنا استلمت مليارات كان رئيس الوزراء كان رئيس الوزراء أنا استلمت المليارات من الأمريكان من السي اي لهذا العمل لا حول ولا قوت نفس الشيء الأمريكان لم يكن ينزلون هذه الأوراق الأوراق نعم التجارة فمن أراد أن يحصل على مال يخطف عربيا أو باكستانيا ويسلمه للأمريكان هكذا حصل وهكذا أكثر ويعترفون الأمريكان يقول أكثر الناس الذين موجودين أو دخلوا جوانتنامو قبل جوانتنامو يعني بعوا بهذا الطريق وليس لم يعتقل ما أعتقلهم في الحرب أو في القتال لا أكثر هكذا كم بقيت في هذه الحالة تقريبا ثلاثة أسابع وبعد ذلك أخذوني المطار الباكستاني المطار عسكري عسكري ومن هناك بدأت تسليم للأمريكان أنا كنت طبعا مربوطي يدين وكيس على رأسي سميت أصوات جون الأمريكان يتكلمون فقض بالإنجليزي أنتم ما تعذبون الناس قال لي لا نفعل هذا يا بني لا نفعل هذا كان يكذب يكذب بعد ذلك على الفور لما استلمونا من الباكستانيين أخذونا إلى طائرة حربية في موقف أنا كنت في مشوني يعني حارس جنديين واحد ربط يدي هكذا واحد تاني هكذا وأنا كنت في حال الركوع في الركوع ركوع ركوع نعم ومشوني هذا الطريق والرجلين مربوط كذلك ليش ركوع إذلال إذلال وخوف إذلال وخوف مع بعض طبعا أنا صغير أنا قصير مثل الأمريكان لكن هو يقولون نحن هذا الطريقة طريقة أن نمشي السجناح حتى ما يفعل شيء أنا فعلا شفت أنا فتج مقاطع من جوانتنامو هكذا يمشونهم نعم نعم فأخذوني في هذا الحال إلى طائرة حربية أجلسوني على الأرض طبعا أنا كنت ما أستطيع أرى شيء لكن من يعني الكيس أستطيع أو الكيس الأسود على الراسي أستطيع أن أشار بالفلاش من الكاميرات أنهم يأخذون الصور وأسمع أصوات الصوت المحرك الطائرة أصوات الصوت السجناء يصرخون بالألم والحراس يسبوننا بالإنجليزي وبالعرب وبعدة اللغات وأصوات الكلاب هذه أصوات كلها مختلف مع بعض أجلسوني على الأرض ربطوا الرجلين وربطوا يدين ورائي والكيس على رأسي فالشيء غريب ما حصل هنا وهو أنني شعرت أن جنبي شخص مثلي يعني معتقي فالسلم عليه هو السلام عليكم أخي وعليكم السلام شيء غريب هو قال لي أخي هل صليت صلاة المغرب أنا أفكر لنفسي هذا الشخص ما يسأل أين نذب ما الذي يحصل من هم ما يسأل عن هذا يا الله يقول أخي هل صليت صلاة المغرب أنا أقول يا أخي لا أنا ما صليت قال أخي أظن صلاة المغرب قد دخل وقت صلاة المغرب دخل أنا أقول أين المغرب وأين العشاء أين الفجر أنا ما أعرف هو يتفكر عن هذا في هذا الوقت في هذا الحال أنا أقول إذن أنت أخي أنت اليسار فتؤمن تصلي أنت هو يأمك في الصلاة هو يأمك طبعا نحن ما نستطيع ولا الركوع ولا السجود ولا وقوف ولا سجد ولا شيء فهذا الوقت نحن كنا نتكلم طبعا والحراس يسمعون جاني حارس أخرج سكين ووضع السكين على رقبته هنا فقال إذا تكلم مرة ثانية سأذبحك والغريب أن الأخ في هذا الوقت كبر كبر الله أكبر وبدأ بالفاتح بصوت جهوري بصوت يعني تستطيع كم يصلي وبدأ أنا في حال الصلاة الآن لا أبالي من الذي يفعل هذا فترك لي هذه الأول مرة صليت الصلاة في حبس عند الأمريكان انطلقت بكم الطائرة إلى أين فمؤخذون من هذا المكان من باكستان إلى قندهار وقندهار هم بنوا يعني السجن مؤقت للسجنة ومن هنا بدأ ما يسمى بدأ الإهانات والتعذيب أخرجوني من الطائرة أسقطوني على الأرض بالسكين قص السلوال والقميس وكل شيء قصوا ملابسك نعم نعم وأشعر الحديد على جلدي عروني عرونا جميعا وأخذونا إلى مكان اللي فيها أضواء كثير علينا كشافات كشافات يسورون يضربون يضربوننا بالرفس والأطماء وآتوا أجلسونا بالقوة حلقوا اللحة والشعر يطفون علينا يصبوننا جابوا الكلاب وأخذونا في هذا الحال في مكان التحقيق هذا الحال وكان برد شديد ما أحد يظن أن أفغانستان فيها برد لكن برد شديد جدا خاصة في الشتاء وأنا أهزها كذا هذا في يناير في يناير نعم بالضبط أو عز الشتاء نعم فاثنين من الـ FBI وبين أنهم أفغانستان أنهم يلبسون طاقيات مكتوب فيها FBI يقول لي واحد يظن أن بالمترجم لغة عربية متى آخر مرة رأيت أسامة بن لادن وأنا نجوب بالإنجليزي أقول المترجم يطلب نعم أقول لم أراه في حياتي أبدا قال ثانيا متى آخر مرة رأيت من الله مرة حياتي ما قابلت ولا رأيت في حياتي أبدا ما رأيت استغرب استغرب هل يتحدث أنت تتلم لغة الإنجليزية أقول طبعا أنا أنا إنجليزي أنا من بريطانيا فبدأ يحكي من أين أنت أنا قلت من برميان قال هذا قريب من سترافل وانا رأيت سترافل وانا منطقة التي فيها شيكسبير وما أدري وهي تكلم عن شيكسبير وأنا في هذا الحال هاي شيك نعم فبعد ذلك كأنه في عنده نوع من الانفصام نعم يعني له أكثر من شخصية نعم 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 لا شك وبعد ذلك البسوني هذه أصبح معروف يعني اللون برتقالي لماذا اختاروا اللون البرتقالي هو أصلا البرتقال يستخدم في أمريكا هذا اللون لبعض السجنة السجنة المستويات لبعض السجنة لكن لا شك أن اللون البرتقال يعني بارس جدا جدا وأنت أي مكان تذهب يظهر على طول تظهر على طول نعم يبين وأنا أصبحت أكرح لون برتقال من ذلك اليوم إلى يومنا هذا لا تأكل البرتقال أكل البرتقال لكن لا ألبس أي شيء فيه برتقال نعم بعد ذلك أخذني مكان كان في حنقر للطائرات زي الحظيرة نعم لكن هم غيروها إلى زنازين بالأسلاك يعني هذا في مطار قندهار نعم السجن في نفس مطار قندهار نعم نعم تحولوا حضيرة الطيران إلى نعم زنازين وزنازين بالأسلاك كيف سمونا بابدوايا أو الأسلاك الشائك الشائكي شاب نعم بقيت هنا في هذا تقريبا ستة أسابيع ما أخذوني عدة مرات للتحقيق ماذا يريدوني يعني ستة أسابيع ماذا يفعلوني معك ماذا يريدوني منك يعني أول تحقيق أذكر إلى يومنا هذا سألوني هل تعرف فلان في بريطانيا وهل أنت ملتزم هل تصلي هل تصوم هل تحفظ على أمور دينك هذه أول أول تحقيق كان كلها مرتبط بال بالالتزام الديني كلها ثانيا مرة طبعا الطريقة التي يأخذونك من للتحقيق ليس طريقة عادية لا فوق جالس واحد بالأم سكستين يوجه إليك قبل أن يأتون في الزنزانة يقولون خذ مكانك مكانك خاص وتنبطع الأرض تضع يديك وراء ظهرك والرجلين كذلك وهم يعني اثنين يأتون بالسرعة واحد يفتح الباب واثنين يعني بالجري يأتون عليك يعني كأنك وحش تكاد وواحد آخر خارج بالمسدس هكذا مرعوبين نعم وبعد ذلك رابطوني وعملوا لي المكان كيف جروا لي بالرقوع وضعية الركوع وذية الركوع واخذوني إلى مكان وطبعا أنا مغطع الراسي دخلت أجلسوني على الرقبتي وأنا إذا مربوط أخرج نعزع مني هذا الكيس فأمامي أندرو الذي جاءك في بيرمينغو جاءني في بيرمينغو قبل ثلاثة سنوات دخل في بيتي وأنا حضرت له الشاي في بيتي نظر إلي فقال لي انظر ماذا فعلت أنت أنا قد أنا فات أنا فات هذه كلها لنفسي فسأله هو نفسه كان منحرج يقول للأمريكان هل هذه كلها ضروري القلبشات وكيس والمصدسات هذه كلها ضروري نظر إليها نعم يس فسكت فسكت عبد جلسنا بدأ يتكلم بدأ أن يسألني يسألني بعض الأسئلات ما استطاع أن يسألني في بريطانيا بدأ يعني هو استغل هذا مكان غير قانوني لكي يسألوني أسئلات ما يجوز له أن يسألني في بريطانيا يسألني عن يخشى من المتابعة القانونية نعم يسألني عن الأئمة في بريطانيا عن مساجد عن مراكز عن طيب الله لماذا لا تتكلم بريطانيا لماذا تسألني هنا وهذه ألبون مرة مرة ثانية جاء كذلك وكان الأوضاع أحسن بقليل يعني وضعوني على الكرسي ليس على الرقبتي فحضر لي شوكولات مارس اسمه مارس وضعه على الطاولة قال انظر إلى ما حضرت لك من بريطانيا أنا قلت له شكرا لك يا عندرو لك أنا أكره مارس من صغري أكره وفعلا أكره فما أخذت فهو عندرو بعد ذلك حضر إلى باقرام لما أخذوني من هذا المكان إلى سجن باقرام وأنا بقيت في سجن باقرام تقريبا 11 شهر 11 شهر نعم يعني شهر ونص في قندهار نعم و11 شهر في في باقرام يعني سنة تقريبا سنة وشوية وباقرام ما أقول لك كيف أخذ ساب هم ليش ليش عاملين هاي المراحل لماذا قندهار أول ثم باقرام ليش ما أخذوك مرة واحدة باقرام أنا إلى الآن ما فهمت يعني بعض الناس أخذوا مباشرة من قندهار إلى غوانتنامو وبعضهم من باقرام مباشرة إلى 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 غوانتنامو ما في منطق يعني أنا إلى الآن ما فهمت لماذا السبب ما فهمت أنت ذهبت إلى كل المراحل ممكن ممكن أراد الله عزه Вам اسلام أباد قندهار باقرام غوانتنامو الله أعزوه أراد أن يكون مشاهد على كل مراحل طبعا أنت وثقت ذلك في الكتاب هذه وثيقة تاريخية لابد أن تعرف الأجيال القادمة ما الذي فعله الأمريكان وحلفاء الأمريكان وعملاء الأمريكان من جرائم ما الذي تذكبوه من جرائم والشيء الغريب وأنا لا أثق كثير في المنام أو الرؤى وهكذا لكن في عام 1994 رأيت رؤية أنني في الحبس في السجن وحولي حراس يمشون فوق رأسي مدججين بالسلاح بالسلاح نعم وبدأ يبدون أن يقتلون سجنة وأنا أبدأ وأنا أؤذن أؤذن للناس عالم كلها أذان الصوت عالي جدا سبحان الله هذا قبل أن تعتقل بسبعة أعوام تقريبا نعم نعم ويأتيني الصوت من بعيد فأنا كنيت أبو حذيفة يا أبو حذيفة ستأتي لك ولد لكن لا تراه لمدة لا تراه فرفعت يدي إلى فوق هذا في المنام أيضا في المنام إلى السحاب وقلت اللهم ارفع عني هذه الظل فاستيقضت يعني بدأت في المنام أنا أنا بدأت أبكي أبكي وأنت نائم أنا نائم واستيقضت بالبكاء وقلت لزوجتي وهي بسالة لي ماذا لي أحسن فحكيت لها الرؤية سبحان الله لما دخلت ليس في قندهار لما دخلت بقرام ومسشوني في بقرام ورأيت المنظر قلت الله أكبر نفس الذي رأيته في المنام نفس المكان الذي رأيته في المنام وفوق ذلك لما بقيت هناك لمدة 11 شهر شهدته اثنين قتلوا بأيدي الأمريكان بالضرب من المساجين بالتعذيب نعم من المساجين بالتعذيب قتلوا بأيدي الأمريكان وهو قال لك نحن يا بني لا نفعل ذلك نعم طبعا طبعا قتله الله فبقرام أقول يعني مرحلة شديدة جدا عليها جدا جدا السي اي اي الام اي فايف اندرو كلهم شاركوا في تحقيق يعني ما أدري كم مرة أكثر من مئة مرة وهم حسبوني كأني انسايكلوبيديا هذه المنطقة يعني أتكلم لغة الأردو وانجليزي وعربي وأستطيع أن أعطيهم دروس عن بعض المناطق لكن هما يريدون ماذا يريدون أن يأخذون المعلومات هذه ويطبقون على الناس يقولوا هذا فلان هذا علان هذا كذا هذا إرهابي هذا كذا وهذا الرأس منهم هم أقنعوا أنفسهم أنك رجل مهم جدا نعم لديك معلومات لديك تفاصيل وربما اتصالات نعم أدريب لك المثل أنا أخذت كورس يعني بسيط جدا في هذا الوقت يعني في أشياء الأساس الكمبيوتين يعني حسوب وكذا ولما قلت لهم هذا قلت أوه أنت يعني متخصص في هذا متخصص فنقول أنا أخذ هزام أزرق في تايكواندو آيا متوسط متوسط هو أقل من المتوسط أوه أنت متخصص في الفلون القتال يعني كل ما أقول لهم شيء يقول أنت متخصص فيها فسجلوا ذلك فقال هذا انظر يعني يتكلم فلح اللغات يعني هذا الشيء يعني في أفغانستان الشخص غير عادي لا عادي في أفغانستان عادي جدا أيوة بس هم اعتبروك غير عادي يتكلمون ببشتو وفارسي واردو طيب أنا أتكلم ثلاث لغات مشكلة طيب ماذا كانوا يريدون منك هذا التحقيقات ما هي يريدون مني أول شيء أشتغل معهم مخبر نعم السياعي قالوا لي هكذا قالوا نحن نريدك أن تشتغل معنا تبقى معنا تكون جزء من الحرب على الإرهاب ثانيا قالوا لي نحن نريدك أن تشاهد في المحكمات ضد الأخيرين أقول طيب أشاهد على من أشاهد على من أي تهمة قل لي ما الذي حصل ما تحصل كيف حصل ما تقول لي شيء عام جدا فهذا أرادوا مني أرادوا طلبوا مني ذلك وأنا رفضت رفضت أن أقول أشتغل معكم لماذا أنتم قتلتم الناس هنا وأختطفتم أنا من بيتي وفعلتم كل هذه الأشياء أمامي وتريدني أن أشتغل معكم والله أشتغل ضدكم وفعلا هما بعد ذلك بدأوا التخويف مرة في التحقيق جاءوا الثنين من الـ FBI وواحد من الـ CIA أنا مربوط اليدين واليدين مربوط من ورائي مع الرجلين يعني هم يسمونها hogtide يعني هكذا يفعلون مع الحيوانات مع الخنزير مع الخنزير بالضبط بالأخد نعم hogtide نعم hogtide جابوا سور يأخذوا من بيتي سور أولادي وعائلتي وزوجتي هكذا عملوا أين أولادك الآن أين زوجتك الآن نفس الوقت أسمع الصوت مرأة تصرق تصرق الصوت عالي جدا يعني مخوف كثير جدا في الزنزان جنبك جنبي جنبي غرفة أنا ما استطيع رأى لكن أسمع الصوت ونفس الوقت يقول أين زوجتك وأنت ظننت أنها زوجتك طبعا لا شك طبعا لأن ما انقطعت الاتصال بيني وبينها ما فيه اتصالات ما عرف أين ما الذي حصل معها ما عرف آخر شيء أنا رأيت أنهم دخلوا الغرفة لي هي فيها ومع لودات وأخذوك أخذوني طيب نأخذ فاصل قصير ثم نستعلم في حديث هذه المرأة التي كنت تسمع صراخها هل هذا كان صوت مسجل أم صوت حقيقي حسب ما فهمت من هذا الوقت وبعد ذلك من السجنة الآخرين الصوت غير مسجل صوت حقيقي وبعد ذلك لما يعني رجعوني إلى السجنة في الزنزة الزنازين مع الآخرين قالوا نحن كنا نظن أن هذه المرأة موجودة وواحد قال نحن ظننا ممكن هذه زوجتك يعني هذا أظن ما أدري أعلنوا أخبروا الناس هكذا لكن أرادوا يخوفون الآخرين هل عرفتوا من هي أنا بعد ما خرجت عملت البحث فيه وعرفت من بعض السجناء العرب الذين استطاعوا يهربوا هربوا من سجن بقرام وهم كانوا ناس من القائدة وهم قالوا نحن شهدنا رأينا مرأة وهي كانت باكستانية فقدت أقلها وكانت عمرها في الثلاثينات وسمعنا كان عندها أولاد لكن أخذوا الأولاد منها وكان رقمها كل واحد كان عنده رقمها ستة خمسة سفر ستمائة وخمسين طب ليش كانوا مع تقليمها وإلى الآن أنا ما أعرف هل هذه المرأة هذه المرأة كانت عافية صديقي التي معروفة يعني السجينة باكستانية التي أخذت وسجنت في باكستان هل كانت هي نفسها أم غيرها أنا ما أعرف إلى الآن لكن عافية صديقي كانت موجودة يعني قالت أنني كنت موجود في سجن باكرام نعم فوارد محتمل محتمل جدا نعم من من الشخصيات التي قابلتها في هذا المعتقل في البداية في القنطهار قابل يعني كان كل واحد فيكم في زنزانة لوحده أم كنتم معا يعني من مرحلة تغير من مكان إلى مكان يعني مرأنا في زنزانة مع ثلاث أربع أشخاص مرأنا في وحد لإنفرادي مرأنا في مكان جمعي يعني من بعض القيادة الطالبان كانوا معي الذين الآن يعني صاروا وزراء في باكستان مثلا في أفغانستان في أفغانستان مثلا خير الله خير وخوا مثلا ملا عبدالسلام زعيف وغيرهم وكان كذلك الوزير للدفع للأفغانستان ملا عبدالوكيل متوكل كذلك معنا وكان على نفس الطائرة لما أخذون إلى جوانتنامو وكذلك الشيء في باكستان في باكرام مهم جدا ومشاركة العرب البلاد العرب فيما يسمون على رانديشنز بروغرام اللي هي عمليات نقل المساجين وتسليمهم نعم قابلت شخص اسمه سعد إقبال المدني وهو باكستاني هو كان ابن السفير الباكستاني السابق في السعودية وهو كان يعيش في الإندونيسيا وهو معتقل في إندونيسيا من قبل المخابرات الإندونيسيا والأمريكان وأخذ إلى مصر وفي مصر قال لي قابلته في باكرام وبقيت مدة معه حكى لي كيف صار ما هو التعذيب في المصر وقال لهم وضعوني في زنزانة مثل يعني أجمى مثل قبر ما استطيع أتحرك المصريون المصريون وعذبوني تعذيب شديدا لمدة ثلاث أربع أشهر وبعد بعد ذلك جابوه إلى باكرام من باكرام بعد ذلك أخذوه إلى جوانتنامو وغير ذلك يعني الأمريكان كانوا يسيئون إليكم لفظيا يمتهنونكم يذلونكم لكن إذا أرادوا أن يعذبوا شخصا يرسله للعرب وهذا هو هذا لما حققوا معي المرة اللي كنت في التعذيب الصوت المر اللي تسرخ أجلسوني الـ FBI وCIA FBI خرجوا من الغرفة الشخص من الـ CIA قال نظر إلي يا معظم بيك نظر إلي هكذا طريقة القياصرة السابقين هكذا عمل أنا قررت إرسالك إلى المصر سأرسلك إلى المصر وأنت تعرف من الذي ستجري هناك وهذا بعد ما أخبرني هذا الأخ الباكستان الذي جرى في مصر طبعا نحن سمعنا أنه في ناس أرسلوهم إلى ليبيا ناس أرسلوهم إلى المغرب ناس أرسلوهم إلى سوريا نعم وهذه كلها طبعا أنا بعدما خرجت من قوانتنا يعني يعني عملي مؤسسة اسمها كيج أنني سافرت إلى هذه البلدان كلها وقابلت السجنة السابقين دخلت يعني دخلت في بعض السجون المحررة وقابلت الناس الذين أرسلوا من طريق الأمريكان إلى سوريا وإلى مصر وإلى ليبيا وغير ذلك فعربت الحقيقة هذه التعاون كيف تقول الشيطانية ما بينهم يعني الأمريكان كانوا يريدون أن ينسجوا قصة وهذه القصة تحتاج إلى عناصر وهذه العناصر يستنطق بها الذين يتعرضون للتعذيب نعم جابوا أنا أذكر هناك كان محقق مصري موجود موجود في بقرة كان يحقق مع العرب ما أحقق معي لأنني أتكلم لغة الإنجليزية لكن هو كان محقق للعرب هناك موجود خبرات مصرية أنا ما أدري هل كان مصري أمريكي أو مصري من مصر أصلا ما أعرف لكنه كان معروف بين السجنة وغير ذلك قالوا لي إما نرسلك إلى مصر أو إما إلى السوريا فأنا تعجبت على سوريا كيف سورة يعني السورة السورية يعني علاقة غير ودية بين الأمريكان وسوريا نعم لكن بالفعل عرفت أن هم شاركوا في إرسال بعض الناس الكندين أي وفيه شاب الكندي السوري نعم مهر أرار وغيره عبدالله المالكي وغيره مؤيد نور الدين وغيرهم يعني مجموعة منهم وغير ذلك في مجموعة من الناس آخرين الذين أخذوا من باكستان أو من أفغانستان سجنوا من قبل الأمريكان وأرسلوا إلى بشار الأسد ذكرت أن اثنين قتل أمامك نعم في باكرام نعم من هما؟ الأول ما عرفت اسمه لكن هو حاول أن يهرب كيف؟ نحن في مكان الخلاء في وراء الزنزانة قضاء الحاجة قضاء الحاجة هو حاول أن حاول أن يخرج بالفعل عن طريق هذا من أسلاك الشائكية وحرب بس لابس برتقالي وبين وما عرف وكان في يده مصحف كان في يده مصحف فاثنين من الأمريكان أذكر إلا معنا لأنهم كانوا يتكلمون معي كان يعني يعملون حوار معي هذا كان واحد أصله من الحنود الحمراء أصله والثاني كان أمريكي إيرلندي أصله أصله فهم هؤلاء إيش محققين لا ملتري ملتري شربة عسكرية نعم فهم مسكوه وسمعت سمعت السرق جدا يعني شديد جدا هم يضربون هم يصرخون عليه يضربون 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 جابوا دثته أمام عيني أمام زنزانتي يعني بالصحب يصحبونه ظلوا يضربوه حتى قتلوه إلى أن قتل إلى أن قتل وأدخلوه في مكان الميديكول روم غرفة العلاج العلاج وأخرج جثته في ماذا تقول السرير وهذا أبو الوحد والثاني الثاني كان غريب يعني هو أعرف اسمه أعرف قصته يعني كل شيء أعرف عنه يعني بعضما قتل هذا وهو اسمه ديلاور وهو سائب تاكسي يعني سائق تاكسي سائق تاكسي هما جابوه في البداية في هذا تقريبا في الفين وثلاثة في الشهر الثانيين كعادة مثل ما عملوا فينا في البداية علقوه باليدين هكذا فوق رأسي مع الباب وضعوا كيس على رأسي وضل في هذا الحال ساعات وبعد ساعات أيام وهو واقف هكذا واقف هكذا بس فقط ليقضي حاجته أو وقت الأكل يعني في مكان خاص قبل الزنزانة ويسمونه ساليبوت ما عرف بالعربي كيف تقول يعني مكان ينفصل الشخص فيها ما يستطيع يدخل الزنزانة وما يستطيع يخرج فهو بقى في هذا المكان أيام إلى مرة خلاص هو ما استطاع أن يحمل نفسه سقط رأينا يعني كان مغطى رأسه لكن هو هكذا سقط سقط وكان كل الوزن على الرسغين فهو ما فتحوا الباب عليه فتحوا هذا القلب الشات وبدأوا أن يضربونا قبل أن فتحوا هذا بدأوا أن يضربونا في الظلو لكي يعني هل هو يتمثل أو حقيقة هو هكذا بعد ذلك أخذوا إلى مكان فوق تحقيق فوق كان عندهم كان عندهم زنازين متر بمتر ما تستطيع أن تجلس أو تنام فيها ما تستطيع يعني متر بالمتر وعلقوه من جديد أه حوله كيف عرفت عرفت بعد السنة والنص أنا موجود في في الزنزانة انفراضي في جوانتنامو جاءوا المحققين الأمريكان سألوني سؤال عجيب جدا جابوا سورة هذا الرجل وهو ميت يقول هل تعرف هذا فلان أنت وأنت في باقرام ما عرفت أنه مات أنا ما كنت أعرف بس سمعت سمعت الناس يقولون لكن ما في دليل ما أحد يقول شيء سنة ونص بعد ذلك وأنا أخذوني إلى جوانتنامو جاءوا ما يسمون الـ تحقيق خاص تحقيقات الجنائية نعم فهم جابوا سورة جثة هذا الرجل تلاور قالوا هل تعرف مات قلت أعرف نعم هذا عرفت كنت أراه ثانيا قالوا هل يعني جابوا سورة الحراس الذين كانوا يشتغلون هذه الليلة قال هل ممكن تقول لنا من كان يشتغل في هذه الليلة ومن شارك في هذه تعذيب الشخص هذا الدرب الشخص نقول هذا وهذا 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 حتى عرفت بعض الأسماء الحراس يعني كان في قضية في المحكمة نعم وسألوني شيء غريب عجيب جدا أنا موجود الآن تقريبا ما يقارب ثلاثة سنوات بدون محكمة بدون محامي بدون أي طهمة فسألوني هل أنت مستعد أن تكون تشهد عليهم في المحكمة أنا قد طيب أنا مستعد لكن كيف تأخذوني للمحكمة بالقوة وماذا كيف تأخذوني لأي محكمة في أمريكا في بريطانيا هنا أين وأنت أسير أنا أسير فسكتوا بعد ذلك فهذا هذا الاثنين بعد ذلك لما عملت البحث في القضية هذا دلاور لماذا قتل وهو قتل بسبب أن الحراس عرفوا كلما ضرب هذا الشخص هم ضربوا هنا في الرجل كلما ضرب هذا الرجل يقول الله الله فحراس قالوا ننظر في هذه الليلة كم مرة يقول الله الله لا حول يعني يتنافسون كتنافسون يتنافسون نعم طبعا وهذه كيف عرفت هذه موجود كلها في ما يسمون الأوتوبسي أو القضية التحقيقية أمريكا أنفسهم ظلوا يضربوه إلى أن مات إلى أن مات هم كان يستهز كم مرة يقول الله الله فمات بقول الله الله على لسانه لا حول ولا قوت في الموت التحقيق اللي هو تشريح تقرير الطبيب الشرعي نعم ذكروا في هذا أنه إذا بقي حي إذا كان بقي حي لأنه كان يحتاج إلى بطر الرجل نعم نعم فبعد هذا سبحان الله طبعا أنا كنت في بقرام كما قلت لك 11 شهر لم أرى الشمس ولا القمر ولا إيشي ولا أخرج ولا في وجبة ساخن يعني كلها وجبة عسكرية اللي يأتون بها في الباكيت هذه صغيرة جدا وما في ما في ملعقة لأن كل شي عندهم يظنون ممكن أنت ستستخدمها كالسلاح ضدهم فأنت تأكل يعني تفتح بالفم وتأكل بالفم ويسقط على الشياء عليك وما عندك ماء للغصل لمدة سنة يعني مدة 11 شهر تيممت تيمم ما في ماء للوضوء ولا الاستحمل لا لا إما تستخدم للوضوء أو إما للشرب ما عندك قيار آخر لا حول عندك زجاد يوم لليوم هذا نفسه تعذيب هذا نعم رأيت أشياء كثير كثير أنا قرأت في الكتاب أنه برضو من الذين قابلتهم الفتى الكندي أو عمر عمر الكندي تعرف أنا كنت أعرف والده سبحان الله والده رحمة الله عليه جاء زارني في البحرين في بيتي هو كان أستاذا في الجامعة هو كان مهندسا نعم واستشارني في الذهاب إلى أفغانستان لأنه كان يريد أن يلتحق بالجهاد آه سبحانه فأنا نصحته قلت له الأفغان لا يحتاجون إلى مجاهدين من الخارج سهي لماذا تترك التعليم وتترك وظيفتك وكان متحمسا جدا أخذ عائلته وذهب إلى أفغانستان هذا تقريبا في الثمانينات هذا في الثمانينات نعم أنا كنت في البحرين في الثمانينات نعم أنا لما قرأت في الكتاب أن عمر كان من الذين التقيت بهم تذكرت أمرا آخر مرة كنت هنا في لندن أدخل إلى أحد الفنادق لمقابلة صحفي وإذا بالأخ عبد الله أنس موجود في جانب القاعة اللوبي ويجلس مع سيدة فسلم علي من بعيد ذهبت إليه لأسلم عليه وأعرفني عليها قال هذه المرأة تكتب كتابا عن فتى كندي كان هو مازال في جوانتنامو في حينها أعرف هذه المرأة أعرفها جيدا فقلت لها ما اسمه أعطتني اسمه قلت أعرف أباه فجلست معها وهي نقلت القصة عني في الكتاب نعم اسم الكتاب أغوانتنامو الشايلد أغوانتنامو الشايلد اسمها ميشيل شابهرد أيها طفل قوانتنامو نعم بالضبط فهذا كان شاب صغير جدا تقريبا أمره هذا الوقت 14 سنة ففعلا من كل السجنة ما قبلت هو كان أنا قلت بالفعل بالمعنى بريء من كل جابت يعني هو طفل أول شيء يعني صغير في السن ثانيا انظر كيف جابه يعني هو لما رأيته كان طبعا فقد عينه وكان جرح يعني كبير جدا هنا في الكتف ومن قريب قريب من القلب قريب من القلب هو نجى بأعجوبة سبحان الله بالأعجوبة يعني عجيب وكما حسب لما عملت بحث في القضية كيف هم دخلوا عليه على مكان الذي كان فيه كان مترجم لبعض المجاهدين وهكذا صغير في السن هم عملوا قصف هذا المكان قتل كل واحد هم يظنون أنه قتل كل واحد فدخل القوات الخاصة لما رأوه جابوا الشوت كون كيف أقول الشوت كون البندقية البندقية وضربه من قريب لكي يقتله وبقي أحي على كلها لما جابه هم كان يسرخون عليه ويعذبونه وكل شيء له هو صابر الساك ما يقول شيء لا يقول ولا ولا أف لأحد الساك بس فقط هو لما كان يقرأ القرآن طبعا حتى قراءة القرآن كان ممنوع هناك خاصا بالصوت عالي لكن صوت خفيف أنا كنت جنبي جنبي يعني كنت أدس جنبه يقرأ القرآن يعني بالطريقة سبحانه بالهدوء بالسكينة بالسكينة وأنظر إلى عيوني ما أعرف هل بسبب الجرح في عينه يبكي أو يبكي بسبب ما الذي جرى معهم ما أعرف طبعا هو فقد والده وشقيقه أظن لا حول ولا قوة نعم فهذه الآعلة كان لهم يعني مأساة وابتلات شديد جدا جدا طيب إذن أحد عشر شهرا في بقرام نعم كيف قرروا ينقلك إلى جوانتنامو أنا فعلا أنا كتبت شيء للإدارة للأمريكان هناك أنا قلت أنا شاهدت أنا شاهدت أنكم قتلتم أناس هنا الأولى والثاني أنا كنت أظن يعني أنا شاهدت كيف ضربوا أنت متأكد من واحد على الأقل نعم فأنا قلت لهم كتبت لهم أنا كنت كما أقول لك أنا كنت درست القانون وأعرفت ما يسمونه habeas corpus أنك يعني إما أن تأتي بالتهمات على شخص وتأخذه للمحكمة وإما تتركه يعني ما فيه خيار آخر ما فيه ما يسمونه ظل معلق هكذا نعم لا يجوز أن يكون الإنسان مذنبا إلى أن تثبت إدانته العكس هو الصحيح هو بريء إلى أن يثبت العكس نعم بالضبط فبعد ذلك أنا كتبت هذا لهم أنا قلت مهما كان كنت موجود هنا سنة سنتين ثلاث سنوات خمسة سنوات أنا لا أتسى هذا أبدا لا أنسى وأنا أخذكم إلى المحكمة الشعبية أزعجهم ذلك نعم لأن هنا كان ليس محكمة يعني القانونية إذن لابد محكمة شعبية فبعد ذلك أخذوني إلى جوانتنام بالطائرة طبعا بسبب ذلك أخذوك إلى جوانتنام لا أظن يعني قرروا قرروا يعني خلاص يعني أكثر ما رأيت يعني ما رأيت أحد يعني أكثر هناك مني يعني سجين أنت قضيت المدة الأطول أطول المدة نعم الآخرون كانوا ينقلونهم قبلك تقريبا كل شهرين كل واحد بعد شهرين يجلس شهرين ثم يمضي نعم فأنا فعلا كنت أدعو الله عز وجل أن يخرجون من هذا المكان حتى ولو كان جوانتنام طبعا لأنك ربما تظن أن جوانتنام وهو كان يعني فعلا لو أقارن يا سلام وانتناموا أهوا من بقرام نعم 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 من مرات يعني مئة مرة نعم بالنسبة لي أنا أما الآخرين قد يكون عندهم تجربة ثانية بالنسبة لي أنا حسب ما عملوا معي وحسب ما رأيت وحسب ما قلت بقرام والشيء الغريب يا شيخ وهو أن الطالبان حرروا بقرام قبل سبعين أين فقلت لنفسي وإن شاء الله عندي إرادة أنا أرى هذا المكان بقرام مكان كيف تقول بالعربي scene of the crime مسلح الجريمة هو مسلح الجريمة يعني مكان وإلى الآن هذه الجرائم يعني لم تتم التحقيق فيها فأنا عندي إرادة أن أرجع إلى هذا المكان وأبدأ التحقيق عن هذا وأرفع قضية وأطلب من الطالبان أن يطلبون الذين شارك في قتل هذا الذي يريد لأن بقرام بنسبة يعني بقية يعني ما في تعذيب أكثر من قتل أكبر من قتل هذا بقرام إيش هو أصلا قاعدة عسكرية أم مطار ماذا هو بقرام أصلا مطار وأصبح قاعدة عسكرية وفيه يعني كان أجزاء منها الجزء منها منه سجن وجزء الثاني الذي بنوه بعد ذلك بعدما خرجت تقريبا بخمسة سنوات ما يسمونه البروان سجن هل ظل سجنا إلى لحظة خروج الأمريكان أم أغلق السجن من قبل من قبل الأمريكان هم أعطوها للأفغان سلموها للحكومة الأفغان لكن باقية حكومة الموالية لهم نعم نعم وبعد ذلك أخذوني إلى غوانتنامو في الطائرة مربوط اليدين مربوط الرجلين سماعات قوية على الأذنين ليش السماعات هذه صحيح حتى ما تسمع شيء وكذلك كيف أقول جوجلز جوجلز تغطي العينين نعم بس مسودة وكذلك على الفم يعني لا تنطق لا تسمع لا تبصر نعم ولا تتحرك يعني يدين مربوط هكذا كنت لوحدك في الطائرة أم كان معنا كان مجموعة مجموعة حتى كان بعض القيادة من الطالبان كان معي كذلك في نفس الرحلة نعم أظن عبدالسلام زعيف عفوا عبدالوكيل متوكل هو كان وزير الدفعة السابق لأفغانستان رحلة بدون توقف أم توقفتم في مكان وقفوا وقفوا لأن الرحلة طويلة وقفوا طبعا هذه كل الأشياء أعرفت بعدما خرجت وقفوا في تركيا وقفوا في مكان اسمه انشليك اير بيس هذه لهم قاعدة عسكرية نعم قاعدة عسكرية أمريكية نعم معنا قريبة يعني من من باقرام إلى تركيا يمكن ساعتين بالطائرة نعم لكن حسب بعدما طبعا أنا كنت هما أعطوني عبرة أنا طلبت منهم أنا قلت لهم أنا ما استطيع يعني صرخت فما أعطوني عبرة قلت لهم لا أحتمل ما أحتمل يعني قولا هذه الرحمة من عندهم ما أعطوني عبرة فاستيقظت في جوانتنام أوه نمت فلم تش في البداية فقط في البداية فقط بس عرفت بعد ذلك أن الرحلة هذه كاملة أخذ 36 ساعة الله أكبر نعم ما نتوقف في أكثر من مكان ممكن لكن أكيد في التركيا أكيد في انشليك لأنه هي الرحلة المباشرة لو اعتبرنا أنه الرحلة المباشرة من أنشليك نعم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ربما 12 ساعة تقريبا ليس أكثر نعم نعم وقفوا مدة هناك ما عارف ما الذي فعله وأين ذهبوا بعد لكن الذي استطعت عارف من تحقيق والناس يسجلون يعني أرقام الطائرات عرفت أنه بقت في في أنشليك في أنشليك نعم طيب بما أننا سنتكلم الآن عن جوانتنامو نترك الحديث عنها للحلقة القادمة لنبدأ بنا البداية إن شاء الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر